دكتور هاني عبد الجواد سليمان مفاجئني وكان سؤالي قبل الفاصل حضرتك عملت عمليات رفض كبار الأطباء في ألمانيا وفي أوروبا ولفوا بقى العالم وأكيد راحوا أمريكا عيلة تارية عيلة من الإمارات من أبو ظابي تستطيعوا الدولة هناك بتدعم مواطنيها وبتصفروا وكل حاجة وكلهم رفضوا يعملوا العملية وحضرتك خدت القرار أنك تعمل العملية العلم علموه والتدريب تدريبهم ولما حضرتك حبيت تطور مهاراتك روحت كندا حل إيه اللي بيختلف بقى انت عايز بقى الإجابة لا تشفي قليلك آه أفهم الموضوع ده يعني بص بقى في حاجة اسمها مهارات فردية أي هديك مثال ورجع لك تاني يعني لو عندك إيه اللي مميز محمد صلاح بتاع الكورة مهور راجل مصري عنده مهارات فردية عنده مهارات فردية مش موجودة عنده منك مش موجودة عنده لعبة أحسن منه عنده مهارات تانية ليه السعودية ما عندها لعبة كتير ليه جابت كريستيانو رونالدو عنده مهارات فردية أي دي ملهاش علاقة لأن الناس فهمها غلط موضوع أننا روح ألمانيا طب يعني ما فيش حاجة اسمها تروح ألمانيا انت هتروح لجراح معين في ألمانيا أو جراح معين في مصر فهو اللي بيحكم عليها حسب مهاراته ففي حاجة اسمها مهارات فردية المهارات الفردية دي بتيجي من ايه اه العلم اه انا اتمرنت عندهم لكن دلوقتي احنا مثلا المكان اللي انا فيه واتمرنت فيه بيعمل عملتين في اليوم اه مرة او مرتين في الاسبوع لو انا بعمل عشر عمليات في اليومين خلال كل اسبوع التمرين على الحالات الصعبة يعني الحالات الصعبة دي يعني انا انا مقدرش بس عشان المعلومات مش كاملة لكن مفيش مكان على وجه الارض ممكن يكون بيعمل لا عدد الحالات ولا صعوبة الحالات اللي احنا بنعملها فهنا التجربة والخبرات فأصبح المهارات الفردية الخبرات قبل كل شيء بقى توفيق ربنا يعني ممكن تيش في كل انت بتبقى مسلم بدا انا مسلم بدا فينا ساين بتحسن ربنا بيقولك دي انا كل يوم انا كل يوم القصة ان احنا عايزين نقول عشان فيه ناس عندها ما زالت عودة الخواجة اي ازاي احنا احسن من المانيا احنا احسن من المانيا او احسن من اي مكان يعني انت مريد هنا انا عمري ما فكرت ابدا ابدا ان فيه حد احسن من دي لان انا مقتنع بدا الناس عندها قطناع انها ممكن تقبل دا ان فيه حد متميز كالعيب كورة لا مفيش منه في المانيا مع الطبيب برضو انت لو عندك طبيب متميز انا كان لسه معا دكتور في كندا احسن من دور العام هي خطوات خطوات انت بتاخدها على مدار حياتك وتمرين وصلت المرحلة معينة المرحلة المعينة دا هي خلاص انت بقيت ما بقيتش تسمك قاعد في مصر لا انت بقيت عندك خبرات ومهارات تؤهلك لعمل الكلام دا يعني مفيش مكان على وجه الارض دلوقتي فيه جراح يعمل لحد سبع عمليات اواجهك في اليوم انا بعمل من خمسة لسبع فضل ربنا انا مبسوط بالكلام دا بس عارف لي انا بمراوح مش شايف قدامي انا بمشاعدينك انا بمشاعدينك انا بمشاعدينك انا بمشاعدينك انا بمشاعدينك لان انا بشتغل بكل ثانية بكل قطرة من دمي لكن انا بقول ان انا دلوقتي بعد شوية مش حادر اعمل كده يعني بعد شوية من الزمن السن بيكبر فمش حادر اعمل كده فانا بستغل الوقت اللي انا قادر اعمل فيه كده بس وربنا يصل الامور